اشتركوا في القناة المنتخب شيء لا يصدقه عقل والناس موجودة ورايحة عزيمة شديدة جدا انه الاهلي يقدر يعمل حاجة فان شاء الله يصل الاهلي الانيائي ويقدر انه هو يعني يخلص هذه المباراة في وقت قصير فريق متواضع جدا اللي بيلعب قدام الاهلي وارد جدا ان الاهلي يخلص الموضوع روح الفانيلا الحمرة الاهلي بمن حضر كولر المفروض اتعلم من اخطاء واللي كانت موجودة قبل كده عامل تشكيل شبه متوازن فان شاء الله الاهلي النهاردة يحقق شيء ومن اللحظة الاولى الاهلي هاجم والرسالة واضحة جدا فحنتابع مع حضراتكم هذا الامر وان شاء الله مصر تنام اللي لادي سعيدة ومبسوطة بفوز النادي الاهلي اخبار جميلة عظيمة الاهلي جاب جون واحد سفر وقريبا جدا نسمع خبر حلو ان الاهلي في النهائي والله انا سعيد سعادة غير طبيعية يعني لو تفتح قلبي هتلقى احمر 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 سعادة غير طبيعية وكان ما زمبي جاب جون وتلغى لاسباب فارية فان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم الاهلي مش هيجيب واحد بس الاهلي هيجيب اكتر من جون يعني روح الفانيلا الحمرة والدقايق العشرين الاخيرة والدقايق تسعة وتسعين وروح الفانيلا الحمرة والاهلي بمن حضر وجمهور الجبار كل دول ان شاء الله يجيبوا نتيجة كويسة واحد صفر مين اللي جاب الجون يا ابني محمد عبد المنعم والله هايل يعني واصلة لدرجة محمد عبد المنعم كان بيهاجم وعبد القادر هو بين الكور حلوة وحاجات عظيمة جدا ان شاء الله الاهلي يجيب التاني والتالت ونتطمن ونفرح ونوصل للنهائي ونشجع الاهلي جامد وان شاء الله كمان الزمالك يقدر فيه مطش العودة بتاعه اه او الذهاب بقى لان احنا لعبنا هنا وما كناش كويسين قوي نقدر كمان نغلب الفريق التعبان اللي احنا كنا باللعب ده ولكن سعداء جدا الاهلي كسبان واحد سفر ولكن هذه النتيجة خطر انما ان شاء الله الاهلي فرحنا وروح كلنا سعداء مبسوطين مجبوري الخاطر ان الاهلي كسب واحد او اتنين او تلاتة او اربعة قلبي يحدثني خيرا ان شاء الله وما زنبي هاجم بس هيعد من مين مفيش محمد هاني ما بيسكوتش كورنر احبق لازم يحاول ان هو يعني يهتم بالتعليق الرياضي ده كورنر خطر جدا وربنا يسطر كورنر خطر جدا وربنا يسطر مش عافليك كورنر ده مخوفني رغم انه زي اي كورنر في الدنيا اترفع يا ساتر يا ساتر هو اوفع جماعة لازم يخرج يعني مش يخرج برا يخرج يمسك الكورن لانه احنا شفنا مشكلة ليفر بول انه حارس المرمى ما كانش بيخرج في اغلب الكورن فاوفع لازم يبتدي يخرج شوية عشان يمسك الكورن يعني يقول له يا مصطفى حبيبي وطبعا احمد كان من اهم الناس اللي كانت بتخرج وحتة بتاعتها دي كان بيعمل فيها اشياء جميلة واحد صفر للنادي الاهلي نرجع تاني اتنين صفر للنادي الاهلي وابننا الفلسطيني وسام ابو علي جاب جون ولا اروح ايه الستايل ده الولد ستايل اللعب بتاعه اوروبي جون ولا اروح زي ما انت شايفين الوضع طائرا تحس ان كريستيانو رونالدو هو اللي بيجيب الجون الولد موهوب ومكسب للنادي الاهلي انتهت فكرة ان الاهلي محتاج مهاجم جابوا اسد فلسطين اسد فلسطين يحرز هدفا عالميا وقلت لحضراتكم من اول الماتش قلبي يحدثني خيرا ان الاهلي سيفوس باكتر من واحد احنا دلوقتي في الديات تسعين وإيه ده في اتناشر ديه وقت ضايع شايف صحنا اتناشر ديه وقت ضايع اتنين صفر اتنين صفر للاهلي وسام ابو علي جون ولا اجمل ويا ريت عبدالقادر يبطل الانانية انما مبروك للنادي الاهلي صعب جدا الاهلي يدخل فيه جونين في السبع تمن دقائق 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 اللي الجاية دي بتاعت الاهلي الاهلي بتاعت ديه تسع وتسعين ولكن يجب اليوم غير انك تحيي لعيبة النادي الاهلي تحيي هذا الجمهور الملتزم العظيم اللي بيقول لك لو سمحت خلونا نحضر بقى المتشاط خلونا نبقى موجودين وراء الفرق بتاعتنا خلونا نستثمر في هذه الصناعة الهمة ونقف وراء فرقنا وهجمة ثلاثية للاهلي وهو الكرة العرضية ولكن تتقطع من الاهلي اتنين صفر الف مبروك للنادي الاهلي يصل الى النهائي وان شاء الله ياخد هذه البطولة زي ما الاهلي معودنا في كل البطولات مباراة جميلة وعظيمة للأسف دايما نوش حلو على الاهلي الجون التالت اكرم توفيق وقلت لحضراتكم ان الاهلي هيجيب جوان وكلها في الشوت التاني تلت جوان اكرم توفيق شال جون قبل كده ودلوقتي هو اللي جاب الجون وجون حلو وجون جميل ثلاثة صفر للاهلي ويصل الاهلي للدور القادم بهدوء وبدون مشاكل والف مبروك للاهلي ودايما وش حلو على الاهلي في النهائي حيلاعب الترجي مباراة من النوع السوبر مباراة من نوع الصعب هو طبعا يعني هو كده هرب من سان داونز اللي هي العودة يعني لكن الاهلي يفوز اليوم ثلاثة صفر ويتقال ومبروك للنادي الاهلي وشكرا لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ملل لستاد والمباراة انتهت وطبعا ما زنبي رايحين للحكم يزعو يزعو ليه دول تلاتة لو ما كانش عاجبك واحد ده فيه التاني وفيه التالت لو ما شفتش الأولاني شفت التاني وشفت التالت عايز ايه تاني ده تالت الاهلي التالت يشرفنا اليوم النادي الاهلي بالفوز بهذه المباراة شكرا للاهلي صانع الباجة دائما في مصر وشكرا لجمهور النادي الاهلي ده جمهور عظيم جمهور جبار يعني ان شاء الله الاهلي يستطيع ان يحقق الانتصار انا مش عارف الماتش الأولاني حيبهنه ولا هناك ولكن يستطيع ان هو يحرز هذه البطولة ويسعد جماهيره ان شاء الله زي ان بقول لحضراتكم للأسف دايما نوش حلو على الاهلي اشتركوا في القناة